يمكن خبر محزن لجماهية الناتزة مالك بخصوص الوينش البارح كنا بنتكلم ان فيه اصابة للوينش وعبدالله جمعة وقلنا ان الفحوصات هي اللي هتحدد الامور الخاصة بالاتنين اللاعبين الى حد ما عبدالله جمعة الامور بالنسبة له سهلة لكن النهاردة كل جماهية الناتزة مالك من خلال الخبر لقوله طبعا فجأت بخبر ممكن يكون محزن بالنسبة للوينش ان قطع في الغضروف الخاص بركبة الوينش خلته الى حد ما طبعا القطع في الغضروف دلوقتي بقى عملية سهلة لكن في التوقيت ده كده الوينش مش يقدر يلحق مباراة الزمالك والرجاء وبالتالي نادي الزمالك بيفقد واحد من اهم عناصر المدافعين داخل الفريق ممكن محمد عبدالغالي طبعا بيقوم بالدور لكن بقى مانا بقى مانا عشان بس ان نبقى متفقين الوينش بيتطور فنيا من فترة الامور بالنسبة له تطورت فنيا بشكل كبير جدا فيه اخر خمس او ست مباراة وصل لمرحلة فان هي عالية جدا وبالتالي الامور بالنسبة له في مباراة زي الرجاء كانت مهمة جدا لدفعنا في زمانك انه يبقى متواجد لكن هي دي كرة القدم واللعبين بائما معرضين للاصابة ويمكن زي ما احنا كنا بنتكلم هل كان مستر بشيكو كان عنده القدر ان هو مايلعبش مثلا وانشف مباراة زي مباراة الاسماعيلي كان فيه كلام زي ما قلنا ان فيه راحة بعض اللعبين عشان الخوف من الاصابات الخوف من بعض الامور الخاصة بان يحصل اصابات قوية في المباراة دي فبالتالي تأثر على مباراة الرجاء لكن في الاخر هو نصيب وقدر من ربنا بيحصل طبعا في اي مباراة او اي موقف ممكن يحصل لك انت كمان كالعيب ممكن كان يحصل له برا لكن هي دي كرة القدم الف سلامة على الوينش طبعا واحد من اللعبين المميزين وان شاء الله يرجع بالسلامة بس هل طبعا في نفس الوقت كده الوينش برضو لو احنا اتكلمنا لو نادي زمالك وصل للمباراة النهائية هتبقى برضو الامور صعبة بالنسبة له انه يبقى متواجد في المباراة شكرا